يا أستاذ جورج خلينا بقى نروح لفكرة أني أنت عندك دلوقتي خط إنتاج جنزات وفكرة الجنز الناس كتير قوي بتبقى لأنا منها يعني يقول لك لأ أنا أحب أشتري الجنز مستورد أصل التلبيس المستورد بيبقى ليه شكل تاني إزاي أنت تخطيت فكرة عقدة الخواجل اللي عند كتير مننا وعملت ليك خط إنتاج للجنزات بقى برند وبقى عليه إقبال يعني أول حاجة الموضوع ما جايش كده على طول إحنا عدنا شهور بمعنى الكلمة لحد ما قدرنا نوصل للمرحلة اللي أنت شفتوها دلوقتي ابتدينا أني إحنا نجيب الحاجة ونقيس ابتدينا أني هنشوف ماتيريال لأ مش حلوة لأ نشوف فانيش لأ مش حلو لأ الماتيريال دي أحلى لأ ده أحسن طب ها طب بعد كده طب الكوست في الآخر وصل لي وده الأهم لأن إحنا كمصريين دلوقتي أو أي حد في العالم دلوقتي في ظل الظروف اللي إحنا فيها دي فبندور شوي على الحاجة الواو والماتيريال الكويسة وفي نفس الوقت أنه إلسى يكون متناسب وفي إيد الجميع هو ده اللي إحنا قدرنا بعد مراحل وصلنا للمرحلة دي اللي إنتوا شايفينها دلوقتي إن الحاجة تقبقى كويسة وبسعر متناسب وفي متناول كل الجميع يعني إحنا بناخد القماش ونصنعه عندنا وبنعمل بالتزاين اللي إحنا يعني حابينه ولا فيه مكان معين حركة بستورد منه الجنس زي ما هو كده متصنعه وكي ده موديل ده موديل يعني إحنا عاملين دلوقتي حوالي خمس موديلات إحنا نزلنا كوليكشن ونشكر ربنا خلص الأولاني من جي أن دام ده كوليكشن تاني خلص إن بروسس في التالت مرينة أتوريكوا شوية حاجات من التالت إحنا عاملين حسابنا لأنه مش كل جينس ومش كل بلايزر لا إحنا عاملين حسابنا لأنه فيه شمزات فيه درسات فيه مش عارفة يعني كل جينس بتتعريد دلوقتي قد فيه يعني مثلا سيء ده طرق زي ما تشافين البلايزر بتلبس إزاي وبيتعامل إزاي ويعني هينفع إن هو يتلبس على بنطلون ينفع إن هو يتلبس لوحده ينفع يتلبس زي ما كنتوا بتتكلموا وحضراتكم من شوية إن هو ينفع فورمل ينفع كاجول وهكذا وعلى جم صوت ينفع فده نقطة أهم من كل دوات إن إحنا عندنا تموح أعلى من كل اللي هم نتكلم فيه دلوقتي إن إحنا إن شاء الله نصدر برا مصر إن البراند بتاعنا إن شاء الله يكون براند عالمي طبعا ده اللي إحنا بنتمع له إن شاء الله طول ما فيه تعاون كده والروح الحلوة دي إن شاء الله هتوصلوا للعيان طول ما فيه الحب اللي إحنا شايفينه ويعني صراحة حسين للستوديو يعني نهاردة مليان بطاقة إيجابية وحب قوي يعني ممكن الموديل تدخل تفرجنا على الستايل الجديد بقى ده برضو ستايل تاني يمشي قوي برضو لو مثلا ساي مارينا رايحة رايحة تحضر عيد ميلاد فورمل مثلا أو رايحة تحضر مناسبة وعايزة تبقى سيمي فورمل إحنا كمان في أشغالنا بيجي لنا أيام كده يتبعت لنا ميل تيجي سيمي فورمل ده يمشي مثلا سيمي فورمل الماتيريا اللي نفسها حسة بتلمع شوية فيها لا معي يعني تنفع تنفع بالظبط كده بالظبط كده فينفع تتلبس عليها زي هيل زي ما هي لبساء أو ممكن لو عايزة تقلبه كجول بقى ممكن تلبس برضو اللي هو البنطلون اللي فيه زي أطاعات شوية صغنونة على كوتشي هيفرقها ده الجينز ستايل تاني واحد خط تاني غير الأول خالص يعني كان عليه شوية رسمات أو حاجة بالظبط ده اللي أنا أصده هو يمشي بقى على كوتشي أبيض لو غيرت الطوب مثلا أو حتى لو عايزة تلبس عليه كوتشي حتى أسود هيتقلب الطقم تماما هي يلبسها راه لكن الموديل ده يا مارينا يعني حلو لو واحدة مليانة شوية يبقى حلو معها ولا وسيارة مثلا مليانة يبقى كويس يتخن الطولين موجودين لو واحدة طويلة طبعا يستحب الطويل لا أنا بتكلم على أنه نازل ستريت واسع ده حلو برضو لو واحدة مليانة لو رجليها بس مليانة هتخد اللي جين أحسن صح اللي هو الإسلام لأن حتى خمته يعني نهاري لحضرتك طبعا هو عمره ما هيبان كده لازم يبان في اللبس طبعا طبعا بيرفع الرجل جدا لأن الماتيريال بتاعته كوية فتلاقي الرجل ده برضو خط ريكو صح ده نفس البراند اللي هو جي آن دائم كلهم موجودين في الفروع ولو حد رفاية أو مثلا واصل لغاية 65-70 ده هيلق مع قوي حد أوفر كده ممكن وقصير كمان يستحب اللي هو غبي مالجنينة انت بتسألي على التخان دي يا حمام ما فيش حد من مستخد تخان فيش غيري أنا بس لا ينسيش غريبة سايا السؤال الغريب ده هو مستو كمان إن هو بيتقفل بما إني أنا وننسي بالصوت بالزبط بسنا أقول لها فقولنا يعني البليزر الأبيض أو القفويت أو البيج مثلا يليق على ألوان إيه ولا يليق على كل حاجة أفهم بس أنا مش قادرة عبدل يعني أنتم لفسينه يعني مخليينه فظيع بجد يعني اسم الصليب فأنا عشان كده قلت يتلبس على جامسوت ودي حاجة حلوة أبي الأبيض لو جامسوت ملون أو فيه ألوان كتير الأبيض بيهديه بيخلي الطقم هادي ممكن بقى بناطيل فورمل ملونة يعني البنطلون بقى هو اللي يكون فوشيا هو اللي يكون أزرق ممكن يكون كحلي الأوفوايت بيليه على هضانات بيبقى حلو قوي الأوفوايت كمان في الشتاء حلو قوي يعني غير إن هو صيفي كمان في الشتاء بينور ألوان الشتاء شوية فيه ناس تخاف قوي إنها تلبس فاتح من فوق وتلبس غامق من تحت يقولك لا ده كده هيبيني إن أنا مليانة أو تخينة من فوق أكتر من تحت لكن واضح إن الموضة وغدانة للحتة دي بالضبط هو يعني الموضة ما خلتش إن فيه تخان وفيه رفايعين البنت أو الست هي اللي تقدر تشوف بعينها أنا دم رفعني أو متخني بس أموما حتى الألوان اللي هي من أول أوفوايت والألوان اللي إحنا عملينها في جيئة دم تنفع لكل الأوزان يعني حتى البنات عندي أيسين غاية 2 إكس لارج تحف عليهم